وصفة تنشيط التبوض وتسريع الحمل هذه هي وصفتنا لهذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس الزمال للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم مرة أخرى وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في جمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وبحول الله سأتشارك معكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لتنشيط التبوض وتسريع الحمل فهذه الوصفة أقسمت صاحبتها على أنها حملت بعد تناولها 40 حباهية وزوجها بعد ثلاث سنوات من عدم الإنجاب رزقها الله سبحانه وتعالى بالحمل بعد مدة ثلاث سنوات من عدم الإنجاب فضلا وليس أمرا إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك وصفتنا لهذا اليوم لتنشيط التبوض وتسريع الحمل مكونة من مكونين فقط فهذه الوصفة فعالة جدا لتنشيط التبوض وتسريع الحمل إن شاء الله فكل ما عليك هو المداومة عليها وإن شاء الله سترزقين بالذرية الصالحة إن شاء الله فمكونات هذه الوصفة فهي جد تهلة وبسيطة ستحتاجين في هذه الوصفة إلى التمر وأما المكون الثاني فهو بذور الجزر أنا لست متوفرة عليه ولكنه يشبه بذور البصل أو بذور النافع كذلك فكل هذه البذور فهي متشابهة فيمكنك الذهاب عند العطار وتقولين له أنك تريدين بذور الجزر سيعطيك إياها وبعد ذلك تقومين بإزالة كل الأوساخ والأتربة والأحجار الصغيرة جدا التي قد تتواجد بها وبعد ذلك يمكنك استخدامها في الوصفة للتنشيط التبوض وتسريع الحمل إن شاء الله طريقة تحضير الوصفة فهي جد تهلة وبسيطة تقومين بأخذ التمر ثم تزيلين النوات وبعد ذلك تقومين بأخذ ربع ملعقة من بذور الجزر وتقومين بوضعها بداخل التمر وبعد ذلك يمكنك تناولها أو استعمالها لتنشيط التبوض وتسريع الحمل فيمكنك تناول هذه الوصفة مرتين في اليوم ثلاث تمرات في الصباح على الرق وثلاث تمرات أخرى في المساء قبل النوم وبعد تناول ثلاث تمرات في وجبة الإفطار بعد تناولها تقومين بشرب أيضا كوب من المريمية فكل ما عليك هو أخذ كوب من الماء مغلي ثم تقومين بإضافة القليل من أوراق المريمية سواء تعلق الأمر بالمريمية المجففة أو الخضراء فكلها تصلح فكل ما عليك هو وضع القليل من المريمية وتتركينها بعد الوقت وبعد ذلك تقومين بشربها بعد وجبة الإفطار أي بعد تناول ثلاث تمرات في الصباح قبل تناول وجبة الإفطار واحرصي أن تقومي بتغطية كوب المريمية لكي تحافظي على الزيوت الطيارة وكل المواد المفيدة والنافعة إن شاء الله التي ستساعدك كثيرا في تنشيط التبويض وتسريع الحمل إن شاء الله وأيضا في المساء تقومين بتناول قبل تناول وجبة العشاء ثلاث تمرات في المساء وبعد تناول وجبة العشاء تقومين أيضا بشربك من المريمية وأما فيما يتعلق بمرة في موعد تناول هذه الوصفة فبعد الدورة مباشرة بعد اغتسالك وأن تقومي بواجبات الصلاة تقومين بتناول هذه الوصفة إلى أن يحين موعد الدورة الثانية إن شاء الله تقومين بالتوقف عن تناول هذه الوصفة وبعد الانتهاء من الدورة الشهرية تقومين أيضا بالاستمرار في تناول هذه الوصفة على النوح الذي قمت بشرحه ويمكن أيضا لزوجك أن يقوم بتناول معك ثلاث تمرات في الصباح على الرق وأيضا قبل تناول وجبة العشاء في المساء يقوم أيضا بتناول ثلاث تمرات بها ربع ملعقة من بذور الجزار كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بتنشيط التفوض وتسريع الحمل أتمنى أن تجري بها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آراءك والسفساراتك حول هذه الوصفة وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله وإذا عجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعمى الفائدة ولكي مني جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته